يعني اليوم كانت ترجعة كبيرة بالبداية بالشهيدة وصاحبة كلمة الحق وعين الحقيقة مراسلة قناة الجزيرة شهيرين أبو عقلة بالإباطة للعب كرة القدم أشكاب اليزوري صباحا اليوم كانت فلسطين كلها حزينة اليوم وصلت رسالة لكل العالم بأن هذا الاحتلال الغاشم لا يفرق بين كبير وصغير لا يفرق بين صحتي ومقاوم لا يفرق بين أحد هنا في فلسطين الكل يعلم بأنه الآن هو مستهدف من الاحتلال الإسرائيلي من هذا الاحتلال الغاشم وتصرفاته العدوانية دائما بحق الشعب الفلسطيني صراحة اليوم ساجعة جديدة واسم جديد بقافلة الشهداء الرياضيين سابقا كان هناك مئات شهداء في الضفة وغزة هم من الرياضيين اليوم هذا الشبل الذي يلعب كرة القدم ويمارسها بنادي نعلين الرياضي لاعب صغير لاعب موهوب حتى أنه بالأكاديمية كان يلعب بأكاديمية انتقل إلى نادي لأنه لاعب موهوب جدا وكان الكل ينتظر موهب فلسطينية جديدة للأسف اليوم تلقينا خبر استشهاده بكل الأحوال خالد هو شاب في الشارع يمارس حياته اليومية صباحا كأي شاب في أي مكان في العالم تلقى رصاصة القلب وحتى أنه كان هو وزميله في منطقة عادية جدا في منطقة البيرة المفروض أنه في منطقة أمان بالنسبة لأي طفل وأي شاب وأي رجل وأي امرأة في فلسطين فعليا اليوم كان هناك عدة رسائل من الاتحاد التلسطيني لكرة القدم ممثلة برئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب ومن وأساء الأنبياء ومن كل الرياضيين في فلسطين لكل الاتحادات حتى ليعلوا صوت الرياضيين لأنه هناك أصبح الموضوع هو اتهداف مباشر حتى للرياضيين وحتى هناك عدد من الرياضيين داخل سجون الاحتلال فأصبح الأمر سيء جدا حتى لمن يمارس الرياضة بعيدا عن أي شيء يتعلق بالسياس